طيب هنروح لكرة طائرة ناشئين أو شباب كرة طائرة الحقيقة اللي بيعملوا يعني كأس عالم غير طبيعية الحقيقة يعني أنا عايز أقول لكم أنه مونديال الأرجنتين ده هيشهد مولد نجوم الحقيقة فاجؤونة مصر كلها بتتبعهم وبتشوف أدائهم النهاردة احنا بيتأهلوا إلى ربع نهائي مونديال الأرجنتين إنجاز كبير جدا لكرة طائرة عندنا طبعا اتنين لعيبة من نادي الأهلي حمزة الصافي وشريف محمد حمزة الصافي ابن النجم الكبير كابتن حمد الصافي طبعا المنتخب ده بقى من الثمانية الكبار شيئا أبينه في دور الثمانية المنتخب بيلعب ماتش قوي جدا قدام فرنسا دلوقتي ولو عرفنا النتيجة طبعا هنقولها لحضراتكم يا رب ان شاء الله نخش في الأربعة الكبير والكبار والنعيد إنجاز ألفين واحد المنتخب ده طبعا فاز في دور الستاشر على منتخب الأرجنتين تلاتة واحد وسط جمهوره في ملعبه في مبركة حماسية جدا يا رب ان شاء الله يفوزوا على فرنسا النهاردة ونعيد إنجاز ألفين واحد ونطلع عليه الأربعة الكبار وزي ما قلت لحضراتكم الكرة الطائرة يعني عندنا بس كنا محتاجين شوية شغل وكسبنا كمان يعني أنا آسف الأرجنتين احنا كسبناها ولكن في دور الستاشر كسبنا كلومبي أنا آسف الأرجنتين كانت في دور المجموعة وكان مباراة مهمة كلومبي اللي كسبناها في دور الستاشر أنا آسف معلش يعني هم المباراةين كانوا صعبين ولكن الدور الستاشر كان منتخب كلومبي اللي عايز أقوله كمان إنه البطولة دي شافت تقلق لعدد كبير جدا من اللاعبين على رأسهم حمزة الصافي وشريف محمد اللي اتنين عاملين بطولة جيدة جدا لو مطش منتخب فرنسا خلص وإحنا بنتكلم مع حضراتكم هنقول لكم النتيجة على الهوى بإذن الله